أهمية صفة المحبة في الله ليه كإنسان ليه كإنسان أنا محتاج أن أعرف أن الله هو الحب وأن الصفة دي لا تتغير نحيتي أنا من جهة الله لأن الحب هو اللغة اللي يستطيع الله أن يتكلمها مع البشر الله يتعامل معنا في لغة الحب بالزبط كده ما نقدرش كمان نتقابل مع الله غير إلا إذا تعلمنا الحب ما قدرش أتقابل مع الله وأتعامل معه خليني أقولك على شاهد أو موقف حصل حدث مع المسيح يوضح هذه الفكرة في متى 22 عدد 35 لعدد 40 واحد جه للمسيح يقول الكتاب وسأله واحد منهم وهو نموسي ليجربه قائلا يا معلم أية وصية هي العظمى في النموس بيسأل عن الوصية العوصية واحدة عظمى فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك وهنا أنا فجأت الشخص تتطلب وصية واحدة المسيح أعطى اثنين لأنه الاثنين دون لا يمكن ينفصلوا عن بعض إذا كنت هتقول أن أنا بحب الله فأنت لازم يظهر هذا الحب في محبة جارك محبة القريب ما ينفعش أن أنا أقول أنا بحب ربنا وروح أقاقة الجاري ما ينفعش يبقى داع حب كاذب يقول كده هو بمنتهى الوضوح من قال أنه في النور يعني فالله الله هو النور نعم وهو يبغد أخاه فهو إلى الآن في الظلمة مع ليش لازم يعترف أنه هو في الظلمة ملهاش حل من يحب أخاه يثبت في النور يثبت في الله وليس فيه عسرة وأما من يبغد أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينه فاهم غلط اتحرق غلط وعايش في الظلمة بعيد عن الله والله مالوش علاقة به وهو مالوش علاقة بالله فالأمر ده أمر مهم جدا لكن الله لم يتركنا نسأل عن المحبة من غير ما يوصلنا لي لنبع الحب المتدفق الله هو نبع الحب يقول الكتاب في يحن الأولى 4-7-8 أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله عاوز حب روح لله الله يستطيع أن يملأ القلب الإنساني بالحب ولا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق علشان كده إحنا نقف قدام نستغرب قدام الناس اللي عندما يقتل أولادهم عندما يهجرون قصرا ويتركوا بيوتهم عندما يتحرق بيوتهم يقفوا يقولوا إحنا بنسامح الناس دول إزاي؟ فض الحب من الإله الحقيقي ملأ القلب ففاض عن من هم حولهم بغض النظر هم أعداء أو هم أصدقاء أو هم أقرباء اشتركوا في القناة